الحاجة التالتة والنقطة التالتة اللي احنا بنتكلم عنها هي التعاطف والدعم يعني ايه التعاطف والدعم؟ ان كل واحد من الشركين يكون متعاطف مع الآخر ما يعتبرش مشاعره دي حاجة كده تخصه وما يوجعش قلبي وانا عشي الهم يهمه مع بعض هو خلاص لا ده لازم يتعاطف معاه ويحس بإحساسه ويكون قلبه على قلبه ويقدم له الدعم في الأوقات الصعبة انا بقول دايما للأزواج الزوجة محتاجة ان انت تكون زي صديقة لو خاصة في أحوال لما يموت والده تيجي تقول لي لما وات والدي ما عملش اي حاجة ما عملش اي حاجة يعني ايه؟ هي منتظرة في الوقت ده وت ان انت تتعاطف معاه وتدعمها هو كمان اللي بيقولها لما ماتت والدتي هي ما عماش حاجة وكملت يومها وكملت حياتها وما دعمتنيش الوقت ده هو بيحتاج ان التعاطف والدعم لان الدعم ده بيتحقق لما انت تسنده في أهدافه وتسنده في التغلب على التحديات اللي بيمروا بيها رابع حاجة ودي حاجة مهمة جدا 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 المرح والمشاركة في الانشطة المشتركة ان هما يكونوا عندهم قدر من المرح لما بيعودوا مع بعض كل واحد فيهم يفتح باب المرح انا اعرف ناس من جاوزين لما ابتدوا يتشاركوا في المرح ابتدوا يقربوا من بعض ويبصوا في عينين بعض ويفرحوا المشهد اللي انتوا بتشوفوه ساعات كده في بعض المسلسلات وبعض التلوات ان هما بيرجعوا يبصوا البعض بان هما مشتقين لبعض لما يمرحوا مع بعض ده حقيقي وهو ده تعلمينها من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمرح مع السيدة عائشة والانشطة المشتركة دي لما خلها تتفرج على الأحباش وتعمل الانشطة الممتعة دي الانشطة الممتعة دي بتخلي الشخص ده حاسس بان الشخص ده سبب من أسباب السعادة سبب من أسباب الفرح وعشان كده المرح والمشاركة بتزود الروابط العاطفية وتخلي وكأن قلبهم قلب واحد وبيفهموا عواطف بعض ومشاعر بعض وبيجوا في الوقت المناسب وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شارك السيدة عائشة لما جات بتتفرج على اللعب الأحباش مش بس كده وكان بيسابقها حضرة النبي عشان تعرف ان هي اذا كان واحد بيجري معاها اعتشر بايه غير ان هو صديقها اعتشر بايه وان هو بيعمل حاجة هي بتحبها اكيد هو صديقة وبيحبها وتفضل هذا الشعور الاشتراك في الأعمال المشترك الاشتراك في الأنشطة المشتركة وكمان المرح يخليه متأك تخليه استدعائشة وتخلي كل الزوجات متأكدين ان هم مع صديق وهو كمان لما يعمل كده يحس ان هو وان كان ما عندهمش اصدقاء بقى عنده صديق في البيت يستطيع ان هو يبنى عليه رقم خمسة بقى ده شيء مهم جدا 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 ان احنا ببساطة خالص لما الناس تحتفظ يعني في رقم 4 دولار لو ان الصديقين قرروا لو ان شوف لو ان الزوجين قرروا ان هم يمشوا مع بعض كل يوم لو انهم قرروا ان هم يتفرجوا مع بعض على الحاجة المفيدة او يقرأوا كتاب مع بعض كل يوم بس بشرط ان هم كمان يخلطوا ده بالمرح هتبقى حاجة ممتعة وتبقى باب من أباب الصداقة العجيب ترجمة نانسي قنقر